بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده وبعد فهذه قراءة لأرجوزة الشهب المرمية على مدعي السلفية من نظم الشيخ أحمد بن غنام الرشيد الحمود الحنبلي الكويتي المتوفى سنة 1430 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أعدها وهذبها وصححها الشيخ سيد أحمد السيد الحمد لله الذي أرشدنا لدينه وبالهدى أيدنا وأرسل الهادي نبي الرحمة محمدا منقذ هذه الأمة صلى الله عليه وسلم من الضلال ومن الأوهام وداعيا لدينه الإسلامي وصلي رب ذا الجلال سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا والآل والصحب الكرام البررة لا سيما منهم رجال العشرة لا سيما منهم رجال عشرة وبعد فعلم يا أخ العرفان سلمك الله من الخسران بأنه قد كفر الضلال في ذا الزمان وكذا الجهال كصبية في قطرنا قد ظهروا مذاهب الأسلاف طرا أنكروا فإنهم والله حقا جهل أفكارهم سخيفة مهلهلة عمدتهم ما ألف الألبان من كتب ركيكة المعاني حيث أباحت لهم السفورة كفاه ذما وكفاه زورة وإن تقل قال ابن حزم سكتوا كأنه الوحي إليه أنصتوا وإن تقل ذا مذاب النعماني أو مالك بحر الندى الرباني أو ابن إدريس الذي قد مهر في الفقه أو أحمد صاغ الدرر فروك مثل حمر مستنفرة فروك مثل حمر مستنفرة قضوا الزمان جدلا وثرثرة جوابهم نحن وهم رجال تقليدهم في عرفنا ضلال تبلهم بما بي قد فاه في مهما الضلال طرمتاه وأصل هذا المذهب الجديد إذا أردت العلم بالتأكيد عصابة من الحجاز مرد من طيبة الغراء منها شرد حيث سعوا في فتنة هناك ونصبوا في أرضها الشباكة ولجأوا لبلد الحبيب حيث غدت مرتع كل ذيب فوجدوا الجوام لائما لهم فنفذوا في بلدي خططهم فبدأوا يدعون بعض السذج إلى طريق مائل وأعوج لكنه هدم لدين الله فلا تكون عن أمرهم بله وسفهم ذاهب الآئمة حيث هم مفتاح كل غمة وسفهم ذاهب الآئمة حيث هم مفتاح كل غمة ولقنوا الشباب قطحا فيهم يا ويحهم أنفسهم قد ظلموا تصدر المجلس كل وغدي قد حاد عن ضرب الهدى والرشد ومن جهول ظاهر المذهب عديم فهم جدلي المشرب ومن جهول ظاهر المذهب عديم فهم جدلي المشرب ليس لديه أدب الرجال فهو بحق أجهل الجهالي وكل من شبع على الوقاح وكل هنا ضبطت بالكسر غلط وكل من شبع على الوقاح لا يستطيع أحد إصلاح نعم يصح وكل يعني ومن كل وإن كان الرفع الحقيقة أو لا وإن من علامة النقصان محدث الشام غدا الألبان من بعد بدل الدين النجر الحسني لقد خل الجهول يا ذا الأراني ضعف ما يشام الحديثي برأيه المستهجن الرثيثي لغالب الضعيف بالوضع حكم شهر في أهل المعالي والحكم بلا حياء وبلا روية وجل قصده ابتغاء الشهرة فخالفا تذكر قديما قيل عند الرعاين ترم تبجيلة وكل من قلد ذا الألباني يبوء بالخيبة والخسران فإنه قد خرق الإجماع وخالف الأصحاب والأتباع فدعو تسلم من غلو وشطط ومن بلاء وعقاب وسخط وكل شخص شيخه الكتاب فعنه ينأرجد والصواب لقد خل الجهول أهل الجهلي فحرفوا وبدلوا في النقل وكل شيء خالف المذاق فباطل لديه مؤطلاق فالعلم عند أهله أمانة وكل معنى المراقة صالة أهل الحديث فهم الصيارفة قد ملئوا حقيقة ومعرفة قد خدموا الحديث حق الخدمة ونقحوه من هوا وشبات فبينوا الصحيح والضعيف وذكروا الغريب والمقوف وعنه ذادوا وانبروا للباطن أنعم بهم من سادة أفاضلي وإن تجد بعدهم من ادعى علم الحديث حقه أن يصفع وأن يقال أخرس كفاك ذمى وأنت متحصة وغمى بفقد أهل الفر والكمال يكثر أهل الزيغ والضلال بفقد أهل الفر والكمال يكثر أهل الزيغ والضلال يا ربي فاهدنا إلى الصواب ودينك احفظه من الأحزاب بجاه طا سيد الأبرار والي وصحبي الأخيال صلى علي ربنا وسلم والي والصحبي ما غيث همى اللهم صلي وسلم وبركة عن نبي محمد بعدد خلقك ورضا لفسك وزاة عرشك وميدال كلمتك له النجيم كل ضدق فأنت إله هنا مولى الجميع يوهب لي في المدية مستقرن ورزقن ثم دافنة في البقية وفلي ولوالدي ولمشايخين والمسلمين آمين هذه ترجمة موجزة لناظم رحمه الله اشتركوا في القناة